السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم عدنا البلات و عدنا فتش مهم نوضح على البلات 3D ملاحظة بسيطة اليوم عدنا البلات راح نرسم منا في الدالة معينة راح نرسم مثلين الدالة مالتي كوسين و راح اخلي بيها X تربيع plus Y تربيع و هاي ناتج مالتها راح ينطيني طبعا تعرفون ناتج مالتها راح يكون X ينقلها من السالب pi للموجب pi و راح نقل y هم كذلك من السالب pi المال للموجب pi اهي فمراح نرسم هاي الدالة انقلها شفتو انت راح يرسم لي اياها بس اكو مهمة السيدات تشوفوها اتلاحظون الرسم مو سموث مو فاين يعني شنو مو فاين يعني مو ناعم الرسم مو ناعم احنا ضروري نخلي الرسم ناعم جدا مهم ان يكون عندي الرسم ناعم فراح نتعلم انه بهالشكل هاذا نتعلم امر اسمه plot points هذا plot points اذا اخذنا هذا oh sorry plot points راح نطي انعم شي نطي مثلا خمسين نقطة من نطي خمسين نقطة باوعش راح يتحول الرسم هسا عندك راح يتحول الرسم ناعم جدا نكثرنا النقاط مالته ولكن هو شنوى يسبب ضغط شوية على البروسيسر ويسبب على العملية خل نرسم انه دالة ثانية plot ثلاثة ثري دي راح نرسم انه دالة مالتي عبارة عن ساين اا اكس اوبس وكوساين اوكي واي ساين اكس كوساين واي وهم كذلك راح نقل ليا ابا ترى الاكس راح يصير عندك من السالب باي المن للباي والواي راح يصير من السالب باي المن راح يصير عندي للباي عشاني لا مو باي هتشي وهم راح نرسم بالصورة البيعية اا يعني ما عدنا مشكلة هنا رسم طلع اصلا ناعم ما تبين بي عدم النعومة ايوي ما يبين بي عدم النعومة ولكن اذا خليناها مثلا هنا فاتا اربعة ورساقية هاسا راح تبين النعومة خليها هنا مثلا هم تلاثة اوكي راح تبين النعومة جدا تبين خليها هنا واحد على ثلاثة اوكي اصارت الاشكال الصيديع انت قدر تحور بيها فمجرد هنا مثلا سوف نختار خمسين سوف نرى صارت جدا ناعمة جدا والرسم صار جدا ممتاز نلتقوا يا اخوه من شاء الله في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته